بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 design of reinforced concrete eccentric long columns زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ده طبعا part 1 اللي بنتكلم فيه على definitions اتكلمنا على columns فيها نوعين اللي هو short column واللونج columns والمقصود باللونج columns ان الكولم اللي عندي يحصل فيه buckling يحصل فيه buckling هنا طب الباكلينج ده بيعمل ايه في العمود بيعمل bending moment البندنج مومنت بيسبب فيه tension side وفيه compression side لكن الشورت كولمز ده بيبقى معرض الى احمال هاوفر الاحمال سواء كان فيه لود فيه مومنت لكن ما بيحصلش فيه buckling يبقى نوه buckling يبقى ده الفرق بين الشورت كولمز واللونج كولمز هنا فيه buckling الباكلينج يؤدي الى حدوث tension side وcompression side لكن في الشورت كولمز العمود كومبريتلي بيبقى under compression طيب عشان نفرق بين الشورت واللونج محتاجين نحسب حاجة اسمها اللي هي نسبة النحافة بتاعة العمود فبنقول نسبة النحافة بتساوي كاليو على ار عندنا مجموعة من النوتس على المعادلة ديت بنقول ان العمود long with relatively high slenderness ratio when lateral or shear walls are required لما يبقى محتاجين sheer walls number two long with medium slenderness ratio that will cause reduction in strength وطبعا لان العمود لما بيبقى عليه load فقط اللي سترينث ديت بتقل لو انا عندي load والmoment اللي هي بنسميها theoretical strength بتاعة العمود short where the slenderness ratio is small يعني لما تبقى نسبة النحافة صغيرة يبقى العمود عندي short ونقدر نحمل attention اللي موجود او moment اللي موجود على الكولم بنقول اللي سلندر كولم اللي هو العمود النحيف with a significant reduction in axial load capacity يعني العمود الكباستي بتاعته ان هو يشيل load axial بيحصل فيها reduction السبب ايه نتيجة المومنت resulting from lateral deflection او اللي احنا بنسميه الباكلينج of the column يعني احنا دلوقتي عايزين نوصل ليه conclusion مهم جدا ان نتيجة الدفليكشن اللي بيحصل على العمود قدرة العمود ان هو يشيل maximum load axial ده القيمة ديه بتقل نتيجة الباكلينج او اللاترال deflection النوت اللي بعد كده بنقول لزا 10 في 10 percentage of columns in a breast or non-sweigh breast فيه هنا عندنا two expressions اللي هو breast و un-breast اولا breast يعني مقيدة يعني ايه مقيدة يعني غير مسموح بالحركة الجانبية في ال columns او non-sweigh يعني ما يحصلش فيه ازاحة جانبية and less than half of the column in un-breast or sway frames would be classified as slender following the ACI code procedures يبقى according to the ACI code بنقول ان احنا عندنا نسبة من الاعمدة بتبقى breast او non-breast بيتبقى long columns او في حالة ال un-breast بيبقى فيه نسبة بنعتبرها برضو long columns